السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم بكل خير معاكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة يقول صلى الله عليه وسلم من زرع زرعا أو غرس غرسا فأكل منه طيرا أو إنسانا أو بهيمة فكان له به صدقة اليوم عم صور لكم مقطع فيديو بالليل عم صور لكم الإخيار شو السبب؟ السبب أنه أنا إلي أربع سنين أزرع خيار بحرف البيت بهذا المكان ينجح عندي الإخيار بكثافة ويصير في عندي ثمر لكن هاي السنة اتسلطت آفة على الثمار 90% من الثمار أصبحت على التلف هاي الحشرة ما كنت أعرف شنو هي الضرر عم يحصل ليلا بالنهار ما بشي فقط في الليل عم تجي آفة عم تأكل لي محصول للإخيار وما كنت أعرف شنو السبب رحت على الصيدلية الزراعية سألت عن السبب قال لي الصيدلية ما في غير السلحفات فمنها جيت من عند الصيدلية الزراعية وصلت البيت قلت إذا كانت السلحفات عم تأكل لي ثمار للإخيار أكيد هي رح تختبئ بالنهار بمكان قريب من المحصول وبالليل عم تطلع ترعى المحصول فخليني أبحث في الأماكن القريبة المزروع فيها الإخيار فعلا بحثت وجدت أكثر من سلحفة ونفيتهم بعيد عن المزروعات لما كنت أتوقع أن السلحفات تأكل بهذا الحجم قلت لحالي مو معقول السلحفات وحدة عم تأكل الصغيرة مع الكبيرة حتى مثل هذه الأوراغ مثل ما لكم شايفين عم تنقطع من هذا المكان فأنا حبيت أطلع بالليل أصور مقطع فيديو بدي أعرف شنو السبب اكتشفت أنه مو السلحفات اللي عم تأكل ثمار الإخيار اللي اكتشفته أمر غريب جدا شايفين الضرر صغيرة جدا مع ذلك ما سلمت فخلينا نبحث بين الأخيار ونعرف شنو هو السبب مثل ما لكم شايفين مثل ما توقعت فعلا طلع البزيق هو اللي عم يأكل اللي ثمار الإخيار صراحة مبسطت كثير لأني عرفت شنو السبب طالما أني عرفت السبب رح ألاقي إن شاء الله العلاج المناسب لهاية الآفة هذا البزيق فقط يطلع ليلا ليش يطلع على الرطوبة طبعا هذا البزيق بإمكانك تجيب له دواء من الصيدلية الزراعية تقضي عليه تماما نحن تأكدنا مليون بالمية إنه البزيق هو عم يأكلوني ثمار الإخيار لذلك هذا شنو علاجه وبيإمكانك تجيب له دواء من الصيدلية الزراعية وتقضي عليه وبإمكانك ترشه في الملح تقضي عليه تماما وبإمكانك تعمل خط من الملح دائر مايدور محصولك حتى البزيغ مجرد ما بده تعدي توصل الى محصولك رح يقتلها هذا الملح وما رح يخليه توصل هدفها هذا هو الملح لو انه تاكل الثمرة تتخلصها وبعدين تتحول على البعدة ما عندي مشكلة المشكلة عم تاكل من كل ثمرة قضمة وقضمتين وعم تتركها هذا التسبب في تلف تسعين في المية من ثمار الخيار الحاصل انه البزيغة هي اللي طلعت عم تاكلنا الثمر فان شاء الله تكونون استفدتم من خلال هذا الفيديو بتمنى منكم اعجاب واشتراك في القناة ذا ما كنتم مشتركين كان معاكم اخوكم اروان منصور من قناة اسرار الزراعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته